أسلحة حكومية متعددة يهاجم بها المتظاهرون في العراق دفاعا عن مصالح تجار العملية السياسية وخدمة لأحزابها وميليشياتها المدعومة من إيران والتي خرج العراقيون في بغداد وبقية المحافظات لإسقاطها عمليات القمع والقنص واستخدام العنف المفرط في محاولات فض التظاهرات كانت أولى الأسلحة التي استخدمتها الحكومة وميليشياتها ضد المتظاهرين إلا أنها لم تكن الأخيرة القوات الحكومية والميليشيات شنت حملة اغتيالات وخطف وملاحقة طالت العديد من الناشطين والناشطات في التظاهرات من أجل زرع الخوف في نفوس المتظاهرين الذين لم تزدهم تلك المحاولات إلا إصرارا على مواصلة الاعتصام والإضراب العام حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين هذا الإصرار دفع الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح آخر وهو الوقت والمماطلة والرهان على تعب وملل المتظاهرين حيث تظهر جليا محاولات إغراق مشاورات اختيار الحكومة بالتفاصيل عبر الاتكاء على دستور ما بعد 2003 الذي يرفضه المتظاهرون جملة وتفصيلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من جانبه أراد إرجاع الأمور إلى مربعها الأول إلى ما قبل قرار استقالته التي جاءت بعد ضغوط الشارع المنتفض والذي أجبر الأحزاب بالنهاية للتخلي عنه فأكد هو الآخر استمرار عمل حكومته إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة ضعف الدور الدولي الداعم للتظاهرات في العراق كان أحد الأوتار التي لعبت عليها الحكومة لإنهائها بطرقها غير المشروعة غير أن ذلك فشل أيضا بعد أن أجبرت إرادة المتظاهرين المجتمع الدولي على شجب جرائم القتل والاغتيال والاختطاف بحقهم حيث أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل الذي زار بغداد مؤخرا إلى أن واشنطن ستستمر في فرض العقوبات على المسؤولين المتورطين بالفساد واستخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق ومع غياب رؤية واضحة لطريقة إنهاء مفاوضات اختيار رئيس حكومة جديد بين الأحزاب المتصارعة أصلا في البلاد وإحالة الأمور إلى المحكمة الاتحادية للفصل بتسمية الكتلة الأكبر تظهر في المقابل قوة أكبر تؤثر على المشهد في العراق هي قوة المنتفضين الذين يستعدون لإنهاء شهرهم الثالث من التظاهرات وكلهم أمل بقلب الطاولة على جميع الأحزاب السياسية الفاسدة وإعادة وطن اسمه العراق